فلما دخل قال له الحجاج ما اسمك قال اسمي سعيد بن جبير قال بل أنت شقي بن كسير قال أمي كانت أعلم باسمي واسم أبي منك قال شقيت وشقيت أمك قال إنما يشقى من كان من أهل النار فهل اطلعت على الغيب قال لو أبدلنك بالدنيا نارا تلظى قال لو علمت أن ذلك بيدك لاتخستك إلها من دون الله قال أين فررت كل هذه المدة واختفيت قال أقول ما قال موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم قال ما رأيك في الخلفاء الراشدين وأيهم أحبوا إليك قال أرضاهم لخالقه عز وجل قال ومن أرضاهم لخالقه عز وجل قال علم ذلك عندما يعلم سرهم ونجوى قال ما رأيك في اقتتال علي ومعاوية قال تلك دماء طهر الله منا أيدينا فلنطهر منها السنة قال ما رأيك في معاوية قال والله لقد شغلني أمر نفسي عن تتبع أحوال الرجال والحكم عليهم قال أتفر من الجواب قال طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس قال ما رأيك في أنا قال أنت أعلم بنفسك قال بل تكلم قال إذن يسوءك ولا يسرك ما قاله أنت جلالة أنت أعلم بنفسك قال إذن يسوءك ولا يسرك قال تكلم قال والله إني لا أعلم أنك مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك قد أذقت الألوف يا حجاج قال الحجاج ألم أفتح بلاد السن ألم أوطي الدعائم الأمن في العراق قال بلى ولكنك جبار مسرح في الدماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسرح قال فجيء بالموسيقى ونفقوا في الناي وصبحت فبكى سعيد قال ما يبكيك إنما هو بقرب قال بل هو الكمد لقد ذكرني أمرا عظيما يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجه ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قال أتخبعني برقائق الكلام لأعفو عنك قال أما إن كان العقب فهو من الله وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر يا حجاج قال اختر لنفسك أي قتلة تريد قال بل اختر لنفسك والله ما قتلتني قتله إلا قتلك الله مثلها يوم القيام قال ثم جيء له بالحلي والجواهر والذهب فوضعوه أمامه يظن أنه من أهل الدنيا فقال ما رأيك في هذا يا سعيد قال هو حسن إن أقنت شرطه قال وما شرطه قال أن تأخذ من حله فتضعه في حقه وإلا فهزعة واحدة من فزع يوم القيامة تذهل كل مربعة عما أضع قالوا بلغنا أنك ما ضحكت قال وكيف يضحكم رؤ لا يدري أيمر من فوق جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين ابتقوا ونظر الظالمين في هاجثية قال ما بالنا نحن نضحك قال لم تستوي القلوب وكل ميسر لما خلق له قال اقتلوه فلما ول ضحك قال ردوه ما بالك ضحك قال ضحكت من جراءتك على الله ومن حلم الله عليك قال اقتلوه قال وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قال وجهوه إلى قبلة النصارى الذين اختلفوا فهو من حزبهم قال سعيد ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله قال كبوه على وجه الأرض قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نقريكم تارة أخرى قالت بعدو الله فما أسرع لسانه بالقرآن قال سعيد اللهم لا تصلت على أحد يقتلك بعده قتل سعيد كما قال الإمام أحمد وما أحد من الأمة إلا وهو محتاج إلى علمه وكان من تلاميذ ابن عباس حين يسأل ابن عباس يقول أتسألونني وفيكم سعيد بن جبير هذه هي مواقف الربانية التي ينبغي أن نتأملها في مجالات التربية والتعامل